عشان نعمله محتاجين 125 جرام دقيق 3 بضات 250 جرام لبن أو 250 ملي لتر لبن يعني معلقتين زبدة وملح وفلفل للحشوة محتاجة جبنة كريمي وسبانخ زيت زاتون وبصل وطوم صلصة وكريمة ريحان وزعتر وروزميري وجستطيب وملح وفلفل بسم الله أول حاجة نعمل العجينة نحط هنا البيض مع البيض ملح وفلفل لأن أنا هستخدم الكريب ده حادق بس لو هستخدمه حادق وحلو بحط خل أو إرفة يعني يدى يدى بدل الملح والفلفل زبدة لبن أنا بحب أدي الأول ضربة للمقادير السيلة وبعد كده أنزل بالمقادير الجفة اللي هي الدقيق منعا للتكتلات ولو تكتل منكو أعدوه على مصفة مفيش مشكلة خاصة ضربة كده للمقادير السيلة الأول وبعدين أضيف الدقيق وبعدين أديله ضربة تانية بقفل بسيبه في الجار بتاع الخلاط لمدة عشر دقايق يستهدى وبعد كده نبتدي نسوي يا سلمة عشان أبتدي أعمل حشوة الكانيلوني عشان نعملها محتاجين معلقة زيت زتون دايماً الإدين كلها لجوه أنا بواصل نفسي طول ما أنا وقفة دايماً الإدين لجوه عشان مع الحركة لقدر الله ما تسحبوش إيد معاكو وتبقى في حدثة فدايماً الإدين لجوه معلقة زيت زتون في الواك عشان نعمل الحشوة احنا كده عملنا عجينة الكريب الحادق أو عجينة الكانيلوني وحنبتدي نعمل دلوقتي الحشوة عشان نعمل الحشوة محتاجين إيه بقى؟ محتاجين بصل مع زيت الزتون ملح فلفل اسود طوم مفروم سبانخ السلسة كده الحشوة يا حبيبي أهي جاهزة كده أهو خطفي عليها وبناخد من الحشوة هنا أهو وبناخد والبيتيفور كمان معاكوا على الشاشة وبناخد من الجبنة الكريمي هنا كده أهو ونبتدي نلف الكانيلوني أو الكريب والحاتة دي طبعا هي اللي بتبقى بصة لتحت نلف تاني هنا بقى في كريمة هديها التوابل بتاعتها ملح فلفل اسود العشاب المجففة أو الفراش جوز تطيب هقلبها كويسة قوي وأنزل بيها على الكانيلوني ينفع بشامل آه ينفع ينفع جبن آه ينفع ينفع صوص أحمر آه ينفع ينفع صوص أحمر مع الأبيض أيوة ينفع ينفع شوية متسرلة مبشورة على الوش أكيد ينفع وده حيدخل الفر اشتركوا في القناة